السلام عليكم الفصائل الفلسطينية فاجأت العمق الإسرائيلي بهجمات مدمرة غير مسبوقة وهي تاريخية للغاية صباحا يوم أمس وتحديدا في الساعات الأولى من فجري يوم أمس واستخدم فيها سلاح مثير للغاية الفصائل الفلسطينية استخدمت هذا السلاح الذي ترونه وهو ليس سلاحا ولكنه عبارا عن مظلة مزودة بالمحركات المروحية كما تلاحظون هي في العادة تحلق بهذا الشكل في الجو وعادة يكون فيها شخصان طبعا قائد هذه المظلة بالإضافة إلى شخص آخر وطبعا هذا ما فعلته حماس وكذلك حركة الجهاد الإسلامي من خلال هذا الهجوم وفجأة الناس والصور الأولى لعملية الاقتحام جاءت بهذه الطريقة بهذه المظلات المزودة بهذه المراوح الصغيرة على علوم منخفض للغاية وتتحرك بشكل بطيء ولكن هذه كلها عبارة عن قضية وعن جزء واحد فقط من العديد من التكتيكات والأمور التي تبعتها الفصائل الفلسطينية في هذه العملية المثيرة للغاية ما الذي جرى يا ترى؟ العملية طبعا في بادي الأمر الفصائل الفلسطينية الذي قامت به هي عملية استهداف غلاف والبلدات الإسرائيلية الموجودة في غلاف غزة نتحدث عن خمسين بلدة تأتي على عمق أربعين كيلو مترا وبأن الاستهداف الأساسي في هجماتهم هي كانت عبارة عن أحد عشر بلدة هي التي استهدفت من قبل الجانب ومن الفصائل الفلسطينية أي تقريبا هذا هو الشكل التقريبي للهجمات والنقاط التي هاجمتها الفصائل الفلسطينية وما استغلته أن الفصائل الفلسطينية بأنه كان عبارة عن يوم الغفران أو عيد الغفران بالنسبة للإسرائيليين وكان بعد يوم الغفران بيوم واحد بالساعات الأولى بعد يوم واحد من هذا العيد وهذا اليوم طبعا جاء الهجوم من قبل هذه الفصائل الفلسطينية وبالتالي هو كان أمر مفاجئ للغاية والفصائل الفلسطينية الذي قامت به في بادي الأمر أنها استخدمت خمسة آلاف صاروخ هاجمت البلدات الفلسطينية وكانت هجمات وصواريخ خائلة للغاية إلى درجة إلى أن القبة الحديدية لم تتمكن من فعل الكثير في مواجهة هذه الصواريخ بسبب شدة النيران التي كانت تسقط وشدة هذه الصواريخ التي كانت تسقط على هذه المنطقة وهذا هو الذي جعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة للرادارات الإسرائيلية أيضا في ضبط كل ما ممكن أن يتسلل من غزة مباشرة إلى البلدات الإسرائيلية وهنا جاءت العملية بالمظلات التي هي مزودة بالمحركات المروحية والمروحات التي تحدثنا عنها وبالتالي هم فجأة قاموا باختراق بسيط طبعا هي تحلق على مستوى منخفض مستغلة التضاريس بسرعة الطير تقريبا هي تحلق وبالتالي كان من السهل للفصائل الفلسطينية في ظل هذا الغطاء الناري الكبير أن تحقق عملية اختراق في ظل أيضا في نفس الوقت أن الجرافات كانت تعمل من قبل الفصائل الفلسطينية في عملية تدمير الجدار أو فتح ثغرات في الجدار الذي طبعا تضعه إسرائيل مع غزة وهذا ما جعل مباشرة الفصائل الفلسطينية أن تستغل هذه الثغرات بالدراجات النارية وكذلك بالعربات السريعة الخاصة بهم لكي يقوموا بعملية اقتحام سريعة طبعا مباشرة على المعسكرات الإسرائيلية وعلى البلدات الإسرائيلية ودخلوا مباشرة وكانوا طبعا الجانب الإسرائيلي والجنود الإسرائيليين في حالة سباة تام لأننا نتحدث بعد يوم واحد فقط من يوم الغفران وفي ساعات تقريبا في الساعة السادسة فجرا أو الساعة السادسة ونصف فجرا وكذلك في نفس الوقت أيضا الفصائل الفلسطينية كانت قد درست هذه العملية بشكل كبير في ظل كل هذه التحركات التي تحدثنا بها كانوا قد قاموا أيضا بهجمات سبرانية وقاموا بعمليات تشويش على المعسكرات الإسرائيلية وعلى البلدات الإسرائيلية بشكل عام وهذا ما أدى إلى قطع الاتصالات أيضا بين الإسرائيليين وبين الجنود الإسرائيليين وبالتالي عندما باغتوا المعسكرات تمكنوا من مفاجأة هؤلاء الجنود الإسرائيليين وقاموا بعملية قتل العديد والعديد من الإسرائيليين في هذه العملية وأيضا تمكنوا من عملية ضبط وإلقاء القبض على العديد من الأسرى الإسرائيليين العشرات منهم وصل العدد إلى ما يقارب المئة وخمسين إسرائيليين قد قاموا بإلقاء القبض عليهم حتى أنباء تتحدث بأنهم قاموا بإلقاء القبض على قادة إسرائيليين موجودين أحد القادة كان قد انتقت له صورة طبعا ونشرت وهم ضبطوه بلباسه المدني طبعا وكلهم بالنسبة لجنود الإسرائيليين الذين ألقي القبض عليهم لم يكونوا مستعدين أبدا كانوا في حالة نوم طبعا وبالتالي هذه العملية جاءت بهذه الطريقة التكتيكية المثيرة للغاية للفصائل الفلسطينية لتحقق نجاحا كبيرا وغير مسبوق طبعا وكانت هناك لقطات لطبيعة الجرافات وهي تعمل في تدمير هذا السياج الذي تضعه إسرائيل مع غزة بهذا الشكل الذي ترونه وكانت عملية الدخول بأدراجات النارية كما تحدثنا هي جاءت بهذا الشكل ودخلت مباشرة وحققت هذا الهجوم طبعا الفصائل الفلسطينية الذي قامت بهم هي هاجمت العديد من النقاط والبلدات كما تحدثنا 11 بلدة هي التي هاجمتها اشتبكوا ب21 نقطة مع الجانب الإسرائيلي وكانوا يسيطرون على ثلاث نقاط تقريبا وبالتالي هم عندما تقدموا تقدموا إلى منطقة زكيم هنا في هذه المنطقة تقريبا حتى يقال بأن كان هناك هجوما أيضا من البحر على هذه المنطقة من غزة وأيضا كانت هناك بعض المشاغلة من الجانب الفلسطيني على البلدات الإسرائيلية بهذا الاتجاه وكذلك زدروت أيضا قاموا بعملية الهجوم عليها واختراقها واخترقوا وسيطروا على عدد من البلدات القريبة منها وتقدموا أيضا إلى بلدة رعيم وأيضا كانت عدد من البلدات القريبة منها قاموا بالسيطرة عليها وسيطروا حتى على معسكر رعيم وقاموا باقتحامه بشكل واضح ومصور من جانب الفصائل الفلسطينية وبعد ذلك تقدموا أيضا إلى مقين هنا وسيطروا عليها وبعدها تقدموا إلى منطقة هنا منطقة أخرى تقدموا إلى العمق بهذا الاتجاه وسيطر عليها كل هذه البلدات طبعا هي كانت تحت الخطر وتقدموا إلى هذا الاتجاه صدق أو لا تصدق وهي منطقة أوفاكيم التي قاموا بالسيطرة عليها واختراقها وحتى هذه اللحظة التي نتحدث بها الجانب الإسرائيلي في مواجهات مع قوة موجودة في أوفاكيم تسيطر عليها طبعا الفصائل الفلسطينية وطبعا هذه المناطق كلها كانت تحت السيطرة الخاصة بالفصائل الفلسطينية وتقدموا كذلك أيضا إلى منطقة صوفا هنا بهذا الاتجاه وسيطروا عليها مع الضغط على عدد من البلدات بالتالي هي عملية كبيرة وورمابر كان قد وثق طبيعة التقدم من الفصائل الفلسطينية بهذا الشكل هذا هو التقدم لاحظ كيف أنهم اخترقوا هذه المناطق بهذا الشكل الكبير وحتى التقدم والاختراق الكبير الذي جاء في العمق الإسرائيلية الذي تحدثنا عنهم وهو في أوفاكيم كما تلاحظون لاحظ خرق كبير للغاية من الجانب طبعا من الفصائل الفلسطينية وهذه الصورة من القمر الصناعي لطبيعة استخدام الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية تلاحظ أن النار كيف أنها اشتعلت من الخمسة آلاف صاروخ ومن الصواريخ الكبيرة التي ضربت هذه المنطقة لم يكن هجوما عاديا في توقيت لم يتوقعه الإسرائيليون أبدا في فشل استخبار كبير للجانب الإسرائيلي لم يتوقعه أحد أبدا وهذه لقطة مقربة من الأقمار الصناعية لطبيعة غلاف غزة وما جاء من هذا الهجوم وطبعا الجانب الإسرائيلي اعترف تماما كما تلاحظون هنا بشكل رسمي بأن القتلى وصلوا إلى 600 والجرحى وصلوا إلى 2000 جريح ولكن الإحداثيات وأخرى الأرقام التي وصلتنا أكدت بأننا أمام أكثر من 700 قتيل طبعا من الجانب الإسرائيلي وأكثر من 2000 جريح في نفس الوقت ومتوقع تماما أن تصل أعداد القتلى الإسرائيلية إلى ما يقارب الألف قتيل وهذا طبعا الرقم هائل جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو لم يتعرض لمثل هذه الخسائر في هذه الأعداد من القتلى حتى منذ عام 1973 في حرب أكتوبر طبعا التي كانت نكبة طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي في تلك النكبة قتل لهم 317 إسرائيليا ولكن هنا نحن نتحدث عن 700 وأكثر من 700 بحسب آخر الأرقام التي وصلتنا قبل قليل وممكن أن تصل إلى 1000 يعني أضعاف يعني أضع أكثر من الضعف طبعا من القتلى بالنسبة للجانب الإسرائيلي بالتالي هي لحظة صعبة ولحظات صعبة تأريخية طبعا تمر في ظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتأزم ولكن يحسب هذا الخرق العسكري بكل تأكيد للفصائل الفلسطينية ما الذي فعله الإسرائيليون يا ترى؟ يا ترى؟ طبعا الإسرائيليون بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بانيامي ناترياهو يوم أمس قام باجتماع بهذا الشكل بقادته الموجودين طبعا من وزير الدفاع الإسرائيلي وغيرهم وكان قد تحدث معهم بشكل واضح بأنهم يجب أن يعملون وأعلن بأنهم سيقومون بعملية تطهير غلاف غزة بأكمله وكان هناك قرارا إسرائيليا كاملا من قبل مجلس الوزراء الأمني الخاص بإسرائيل اتخذوا قرار بتدمير كل القدرات العسكرية والحكومية الخاصة بحماس البنى التحتية كاملة لحماس يريدون تدميرها في العملية القادمة الخاصة بهم وكذلك الكابنت الإسرائيلي كان قد أعلن بشكل واضح بأنهم الآن في حالة حرب وأطلقوا الآن على العملية الإسرائيلية ضد الفصائل الفلسطينية أطلقوا عليها السيوف الحديدية وبدأت فعلا إسرائيل بدفع الجانب والفصائل الفلسطينية كما تلاحظون المناطق التي لاحظناها في الورمابر كيف إنها تغيرت وبأن الجانب الإسرائيلي طبعا أولى الأمور التي فعلها هي قطع التيار الكهربائي تماما على قطاع غزة وبدأوا بقصف غزة بشكل كبير للغاية الآن الجانب الفلسطيني أعلن بأن هناك أربعمائة وثلاثة عشر قتيلا جراء القصف الذي جاء على غزة وأن هناك جرحة أيضا كثر وهناك أطفال والنساء وطبعا الكثير من الجرحة والقتل بسبب القصف الإسرائيلي والإسرائيليون الآن قاموا بعملية الهجوم طبعا كما تلاحظون هم يحاولون تأمين الحدود الخاصة بهم في أولى هذه الأمور محاولة أبعاد هذه الفصائل الفلسطينية ويعادت السيطرة على الحدود الخاصة بهم تعزيز الأمن في البلدات التي تعرضت لكل هذا الاضطراب الأمني وبعد ذلك قد يقومون بعملية اقتحام في داخل غزة يجب أن لا نستغرب في ظل الكلام بأن هناك رغبة في تطهير المناطق أو محيط غزة الذي تتواجد فيه طبعا هذه الفصائل الفلسطينية وبدأوا يحذرون السكان الموجودين في عدد من الأحياء الموجودة بين غزة وبين البلدات الإسرائيلية بدأوا يحذرون عدد منهم ويطلبون منهم عملية الانسحاب إلى الداخل مما يوضح أن جانب الإسرائيلي لديه نوايا هذه المرة أكبر وأكثر من أي مرة قد سبقت حقيقة ومن كل الاشتباكات التي رأيناها في السابق الأمور قد تختلف على سبيل المثال وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت قد وضحت وطلبت هنا من شرق حي الشجاعية طلبوا من السكان عملية الانسحاب إلى مدينة غزة من هذه النقاط الحدودية لغزة هذا يعطي مؤشرا خطيرا للغاية وأيضا هذا حي آخر بالأرقام طبعا عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة إلى خان يونس يطالبون الناس الانسحاب إلى خان يونس كذلك مخيمات المركز طلبوا منهم من عملية أو الانسحاب إلى مخيمات المركز في شرق وجنوب طبعا المغازي التي ترونها وكذلك منطقة رفح طلبوا منها من هذه الثلاثة أحياء أن يقوموا بعملية الانسحاب أيضا إلى رفح في مؤشر كبير بأن إسرائيل قد تخطو خطوة كبيرة تجاه غزة هذه المرة ولكن هناك عامل مفاجأة في ظل أن الإسرائيليون يحاولون هنا محاصرة غزة وتخطيط كبير وكلام كبير من الجانب الإسرائيلي هذه المرة في ظل خسائر كبيرة للغاية تعرضوا لها يبدو بأن هناك أطراف أخرى قد دخلت على الخط ولكنها لا يبدو الأمر وأنما هو أكيد أعلنت طبعا حزب الله اللبناني وقام بمهاجمة الجانب الإسرائيلي ثلاث نقاط في بادي الأمر ضربوها في مزارع شابعة وكذلك بدأوا يضربون الجانب الإسرائيلي الإسرائيليون ردوا عليهم ولكن هذه رسالة كبيرة طبعا لبنيامين نتنياهو هذه تشكل مشكلة حقيقية لبنيامين نتنياهو كما تتحدث كل هذه التقارير والقرارات الإسرائيلية قد يعني ببساطة بأنه يخاطر أيضا بالأسرى الإسرائيليين الموجودين في داخل غزة هنا قد يتعرضون قد يعدمون تماما إذا ما تقدم بقوة إلى داخل غزة ونتحدث عن 150 أسيرا أي بما معنى أن الخسائر ستكون كبيرة بالنسبة لنتنياهو هنا ولإسرائيل ويضا في نفس الوقت أن الفصائل أو حزب الله اللبناني قد يصعد ويشعل الجبهة بشكل أكبر إذا ما تطورت الأمور الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في سوريا أكثر من قادرة على إشعال الموقف ويجب أن لا نستخرب إذا ما جاء النظام السوري أيضا نظام بشار الأسد ليدخل على أرض المعركة وبالتالي سنكون نحن أمام تطور خطير للغاية يأتي من ثلاث اتجاهات طبعا على الداخل الإسرائيلي مما سيشعل الموقف لهم وهذا موقف صعب للغاية بالنسبة للنتنياهو رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية داعم له قلبا وقالبا في كل ما يجري وهذا كان واضحا على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن إلا أن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة لا تريد الأخذ بالرواية الإسرائيلية بأن إيران خططت لهذا الهجوم ولهذه الخطة وهي الرواية الإسرائيلية التي تعتمده إسرائيل بأن كل هذا تدبير إيراني مع حزب الله اللبناني والفصائل في سوريا وكذلك الفصائل الفلسطينية فالإسرائيليون والذي يتحدثون عنه هنا وهذه مسألة مهمة يقولون بأن الشهر الماضي كان حسن نصر الله في اجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية على سبيل المثال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد خالة كان موجودا في هذا الاجتماع كانت هناك أيضا اجتماعات لنفس الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي مع عدد من القادة الشهر الماضي في مؤشر إلى أنه كانوا يخططون لهذا الهجوم ودخول حزب الله قد يثبت الكثير مما جرى طبعا منذ فجر يوم أمس حتى يومنا هذا أيضا أحد المتحدثين باسم حماس تحدث إلى البي بي سي وقال بأن إيران هي دعمة الهجوم المفاجئ الذي جاء على إسرائيل إيران خططت لهذه المسألة بحسب الحديث وبحسب التصريحات وكذلك The Spectator Index أكدت بأن إيران بأنها داعمة تماما لهذه العملية التي قامت بها طبعا حماس وحركة الجهاد الإسلامي في هذه المنطقة وكذلك عدد من الصفحات المرتبطة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران نشرت صورة لقاء فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاءاني وقالوا بأنه يتواجد في الخنادق أو في الأنفاق الخاصة بحركة حماس في غزة لا نعلم متى لا نعلم هل هو فعلا كان هناك أو لا ولكنهم بدأوا يقدمونه كقائد جديد للمنطقة قد يكون كصورة جديدة لقاسم سليماني والمثير أن هذا الهجوم هو يأتي بعد تصريحات صادرة من المرشد الأعلى الإيراني الإمام علي خامنئي الذي قال بأن إسرائيل تحتضر وقال هذا الأمر في أثارث من أكتوبر وها نحن اليوم نتحدث عن هجوم هو الأكبر للغاية بالنسبة للفلسطينيين حتى أكبر مما جرى في عام 1973 والمثير بهذه المسألة بأن هذه العملية تأتي بعد كل الأنباء التي سمعناها بأن المملكة العربية السعودية اقتربت من التطبيع مع إسرائيل الأمر طبعا أصبح معقدا وليس واضحا كيف منه ممكن للنتنياهو أن يقدم تنازلات للفلسطينيين بعد كل ما جرى والسعودية تصر على التنازلات الإسرائيلية لصالح الفلسطينيين كجزء من صفقة التطبيع التي تبحث عنها ترجمة نانسي قنقر